مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن هو الثاني خلال أقل من عام لبلد أكلت الحرب الأخضر واليابس فيه الثالث من إبريل موعد عقد المؤتمر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف بهدف جمع أكثر من ملياري دولار لمواجهة نفقة خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2018 المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومتي سويسر والسويد سيحضره أزراء خارجية العديد من الدول المانحة في هذه القاعة سيجتمع الأغنياء والمتخمون ليناقشوا وضع بلد يعاني من المجاعة الأكثر توحشا في تاريخ البشرية بحسب إحصائيات المنظمات التابعة للأمم المتحدة بدلا عن إيجاد حل سياسيا لإنهاء المجاعة والأزمة في اليمن يفضل العالم المتحضر واللاعبون في الملف اليمني جمع الفتاة لإراحة ضمائرهم وإسقاط المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن كواهلهم في أبريل الماضي فشلت الأمم المتحدة في جمع المبالغ التي أعلنت عنها في خطة الاستجابة السابقة والمقدرة بأكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار فيما تعهدت السعودية والإمارات هذه المرة بتقديم مليار دولار وبعيدا عن تحويل اليمن إلى بلد غارق في الفقر والمعاناة لن يناقش أحد حقيقة المشاكل التي يواجهها وكيف يمكن إنهاء معاناة ملايين اليمنيين ولن يطرح أحد أسئلة عن كيف تحولت الأطراف التي تدخلت لمساندته إلى أحد أسباب معاناته وتشضيه وفي تناقض واضح بين الأهداف المعلنة والممارسات على الأرض قال مكتب أمين عام الأمم المتحدة إن الرياض وأبو ظبي اتفقتا على تقديم سبعين مليون دولار أمريكي إضافية بشكل ثنائي بين البلدين لدعم إعادة تأهيل الموانئ والبنى التحتية في اليمن في الوقت الذي لا تزال فيه الدولتان تعملان على فرض سيطرتهما على تلك الموانئ على يد ميليشيات تابعة لها وتمنعان الحكومة الشرعية من الإشراف عليها بينما تحتاجه اليمن فعلا وما يتم تصوير الوضع عليه ثم تبلد ينزلق نحو الضياع والعالم يتفرج على معاناته ويقدم له وصفات علاج خاطئة لا تضمن شفاءه بقدر ما تبقيه في غرفة العناية المركزة اشتركوا في القناة